العادة طبعاً يعني كل فرق النادي الأهلي المختلفة دايماً بتكون مصدر للفرحة والسعادة المستمرة لكل مشجعي هذا الكيان العظيم بعد ما فرحنا كلنا بفوز الفريق طبعاً للكرة القدم بربعية على وفاق سطيف في زهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مبارح كوماندوز اليد بالنادي الأهلي تواجه بالسوفر الإفريقي بعد ما فازوا على الزمالك في مباراة قوية جداً والمنافسة فيها كانت شرسة جداً والغاية آخر لحظة في هذا اللقاء طبعاً اللي انتهى بفوز النادي الأهلي بنتيجة 32 إلى 31 وده كمان يعني يأهل يد النادي الأهلي اللي هما يشاركوا في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه فكالعادة كل يوم التاني لازم نتكلم مع حضراتكم عن إنجاز شكل أو انتصار شكل أو بطولة شكل بيحصل عليها النادي الأهلي من خلال أي فرقة من فرقة وفي ربنا يديم النجاحات والانتصارات يا رب أنا مبسوطة جداً لأن لست بارح كنا أنا وانت يا كريم بنتكلم في الموضوع ده وقلنا يا رب والنهاردة نقدر بقى نيجي ونقول مليون مبروك أكيد لفريق اليد اللي قدم فعلاً وبراكة قوية لو حضراتكم تبعتوا ورائعة جداً أمام الزمالك اللي كان بيمتلك عناصر أيضاً قوية جداً عايزين كمان نتكلم بلغة الأرقام لأن احنا دايماً ما بنجيش نقول عن نفسنا أن رقم واحد أو غيره لا إحنا نتكلم على أساس نتكلم بلغة أرقام فبلغة الأرقام زي ما نتكلم دايماً ده يعتبر التأهل التاني ليد الأهلي لكأس العالم للأندية والمشاركة الرابعة لأنه كان في 2007 هو قام النادي الأهلي بتنظيم كمان البطولة في احتفالية المئوية وعام 2014 يعني تلقى دعوة للمشاركة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى أصلاً اليد الأهلي صاحب هنا أعلى إنجاز للأندية المصرية يعني فيه كأس العالم كأس عالم لليد بعد احتلاله بنتكلم المركز التاني ده خلال البطولة اللي استضافها النادي 2007 بمقار النادي وحضراتكم فاكرين بفرع الجزيرة فهي هو ده اللي احنا كنا متوقعين وهو ده اللي احنا كنا منتظرين وأكيد كابتال محمود الخطيب مش هيعدي الموضوع برضو كده